تنكب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب المغربي تنكب على دراسة تعديلات تتعلق بمشاريع قوانين تنظيمية تحضيرا للانتخابات البلدية المقبلة تهم أمكانية تقدم حلف حزبي بلائحة انتخابية وأيضا التشدد في ارتباط المرشح بحزبه الأصلي واعتماد إحصاء 2014 أساسا للتقطيع وهو ما أدى إلى تغييرات جديدة على مستوى المقطعات وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يسعدني أن أصدف مباشرة في الأستوديو الأستاذ محمد العمراني بوخبزة المحلل السياسي أستاذ محمد مرحبا بك مرحبا بك يعني ما الذي يعنيها المستجد المتعلق بتقدم تحالف حزبي بلائحة للانتخابات المقبلة في الواقع فيما يخص تقديم الترشيحات أن الأمر في البداية كان مرتبط فقط بالأحزاب السياسية والمستقلين الآن نضف الطرف الثالث إلى إمكانية الترشح وهو اتحاد أو تحالف الأحزاب السياسية وهذا معطار بما أنه الغاية منه هو تهيئ الأحزاب السياسية للتحالفات لأننا نحن نعلم أن المشهد الحزبي في المغرب هو مشهد تعددي هناك أحزاب سياسية متعددة عددها يفوق 30 حزب وأن الأحزاب السياسية ونمط الاقتراع المعتمد أنه لا يسمح بفوز حزب واحد فبالتالي أنه يدفع بالضرورة الأحزاب السياسية إلى التحالف هذه من بين المستجدات يعني فيها نعم كذلك نحن نعلم أن الأحزاب السياسية في المغرب هي تنتمي لأسر هناك أسرة الحراكة الشعبية هناك الأحزاب الاشتراكية هناك الأحزابية بمعنى أنها تنتمي لعائلات حزبية وكان من المفروض أن تنزل الانتخابات بتحالفات ولكن الآن ربما أن الأمر أصبح أكثر أهمية بعد تقنينه من خلال القانون التنظيمي بحيث أنه يمكن لتحالف مكون من حزبين فأكثر أن يتقدم بلائحة للانتخابات المقبلة سواء تعالق الأمر بالجهات أو الجماعات الترابية أو حتى المجلس المستشارين فهذه الإمكانية ضبطها المشرع بحيث أنها تدخل ضمن خانة تحقيق كذلك حتى الالتزام السياسي لأن هذا الالتزام السياسي الذي يعادله بالمقابل الترحيل السياسي هي غاية في عمل المشرع المغربي لضمان صرامة الانتماء السياسي بحيث حتى هذه النقطة فيما يحص التحالف أو الترشح باسم التحالف حزبي ضبطها المشرع بشكل كبير النقطة الثانية كذلك التي يناقشها المجلس في هذا المشروع كذلك حتى تعلم سواء التمويل فنحن نعلم أن الانتخابات في المغرب جزء منها يمول من المال العام والتمويل يتم إحصائه على أساس المقاعد وعدد الأصوات التي يكسبها كل حزب أو تحالف حزبي لأن الآن حتى هذه التحالفات الحزبية يمكنها أن تحصل على دعم في الانتخابات المقبلة طيب يعني الآن سنتطرق إلى شروط التي وضعت أمام المترشحين المستقلين بالنسبة للمترشحين المستقلين نحن نعلم أن الغاية هو الترشح باسم حزب سياسي أو تحالف حزبي هذه هي الغاية في الحقيقة ولكن الآن طالما أن الترشح أو الانتماء إلى الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات هو حرية بالنسبة للفرطة بإمكانه أن يمارس السياسة بشكل مستقل معنى يمكن أن يترشح للانتخابات بشكل مستقل ولكن وفق دوابط هذه الدوابط في الكثير من الأحيان هي صارمة وصارمة جدا بحيث أنه يصعب في الكثير من الأحيان على الترشح كمستقل بل أكثر من ذلك أن المشرع عمل على التضييق على اللوائح المستقلة وعلى المرشحين بشكل مستقل ثم على سبيل المثال أن في الانتخابات الجماعية لا يمكن لللوائح المستقلة أن تشارك في المنافسة على الرئاسة لأن على رئاسة المجالس الجماعية باعتبار أن هذا الأمر مسموح فقط للأحزاب الخمسة التي جاءت وتبوأت المراتب الأولى كذلك أن المستقلين سيجدون صعوبة كبيرة جدا في الانتماء إلى الهياكل المنظمة للمجالس المنتخبة لأن الآن نحن نتحدث عن مؤسسات عن مأسسة العمل الجماعي سواء الجهة أو عمل أو إقليم أو جماعة حضرية وقروية فهي تشتغل وفق مؤسسات ووفق هياكل وهذا يجعل من الصعوبة بما كان على المستقلين أن يجدوا أنفسهم بشكل كبير داخل هذه المؤسسات يعني أستاذ محمد من بين المسجدات أيضا هناك ربط المترشح بحزبه الأصلي يعني هل سيكون لذلك أثر إيجابي برأيك للحد من ظاهرة الترحال ربما أن هذا الأمر ومن المواضيع التي تقلق الفاعل السياسي منذ فترة ليست وليدت اليوم فكانت هناك الكثير من الترتيبات لضبط الانتماء السياسي والالتزام السياسي لأن سئمنا صراحة من الترحال الممل الذي يقع في غالب الأحيان ويؤثر على صورة الفاعل السياسي فكان هناك الكثير من المحاولات سواء تعلق الأمر بقانون التنظيمي للأحزاب وحتى على مستوى القوانين الانتخابية أو حتى على مستوى القوانين التنظيمية الحالية للجهات والعمالة الأقاليم وجماعة الحضرية والقارئية فكلها حاول ما أمكن ضبط هذا ولكن في نفس الوقت سيفده حدين فهناك فرض قيود صارمة على من يترشح باسم حزب أو بتزكية حزب أو اتلاف حزبي لمجلس معين بأن يظل منتمع لذلك الحزب أو اتلاف الحزبي إلى غاية انتهاء الولاية الانتدابية ولكن ربما المستجد في هذا وهو ماذا لو تم طرد المعنى بالأمر من الحزب هذا ما لم يحترم توجهات الحزب وتطلعات الحزب ففي هذه الحالة ربما أنها ستثير إشكال آخر وهو المتعلق بالديمقراطية الأحزاب فنحن نعلم أن الدستور المغربي وكذلك حتى في الخطاب السياسي السائد الرسمي منه الحزبي فهو يحث على ضرورة دمقراطة العمل الحزبي نلاحظ لحد الآن أننا لم نصل لحد الآن رغم كل ذلك إلى إرصاء عمل ديمقراطي للأحزاب السياسية وهذا قد يدفع إلى ظهور الكثير من الاختلالات على مستوى تدبير هذه الآلية وأيليات ضبط المرشحين في انتمائهم للأحزاب التي ترشحوا بتزكيتها إذن هناك الرغبة في الخروج من الحزب هذا يعني أنه يفقد مباشرة عضويته من المجلس الذي رشح له باسم ذلك الحزب وكذلك في حالة إذا ما قرر الحزب طرده من الحزب فهذا كذلك يؤثر على عضويته داخل الحزب ففي كلتا الحالتين يجب ضبط هذه العملية بشكل يجعل أن الغاية تتحقق بدون أن يكون هناك ضحايا للديمقراطية طيب يعني ما هي المستجدات الآن المرتبطة بالقانون الداخلي بمجلس المستشارين فيما يتعلق بإعادة توزيع المقاعد فهو أول مجلس مستشارين ما بعد دستور 2000 وحضار ولأول مرة أن داخل الوثيقة الدستورية يتم تحديد عدد المقاعد داخل مجلس المستشارين وحددها المشرع الدستوري ما بين 90 و120 القانون التنظيمي لمجلس المستشارين حددها في 120 وهي موزعة ما بين العينات هناك 72 عضو للجماعات الترابية ما بين الجهات والعملات الأقاليم والجماعات الحضارية والقاروية 72 عضو 20 عضو هما لممثلي المأجورين و8 أعضاء للباترونا و20 عضو بالنسبة للغرف المهنية مع اختلاف الدوائر الانتخابية إذا الأولى الأشياء والمستجدة وهو تحديد العدد في 120 وإعادة تقسيم هذا العدد كما أسلفنا ولكن هناك كذلك ليس فقط الأمر يتعلق بمجلس المستشارين تحديد المقاعد وكذلك حتى بالنسبة للجماعات للمجالس المنتخبة الأخرى وهذا الأمر في تحديد العدد بالنسبة للمجالس خلق ارتباك كبير الآن في الساحة السياسية فنحن نعلم أن انتخابات لها استعدادات قبلية أن الانتخابات ليس هو يوم الاقتراع الانتخابات هي استعدادات تحضيرات لربما أولاها وفهم القوانين واستيعاب القواعد المنظمة لهذه الانتخابة وهذه العملية الانتخابية فالعملية الانتخابية هي سيرورة طويلة تبدأ ربما من لحظة الإعلان عن فتح لوائح الارتجيل في اللواعح الانتخابية بالنسبة للمنتخبين هناك تبدأ العملية انتخابية قبل أن يتم تحديد تاريخ العقاد الانتخابات كذلك أن هناك أمر آخر ربما يؤثر على جودة الانتخابات وهو انتظار صدور المراصيم المرتبطة بهذه القوانين التنظيمية فالكثير من المقتضيات الواردة في القوانين التنظيمية يتحتاج لمراصيم مثلا على سبيل المثال تحديد عدد المقاعد في الدوائر الانتخابية المتعلقة بالجماعات الترابية فهي تحتاج إلى مرسوم وهذا المرسوم هو يأخذ بعين الاعتبار إحصائيات 2014 المتعلقة بالنموذ الديمغرافي في المغرب فلحد الآن الفاعل السياسي بصفة عامة لا يعرف ما هي كل ضوابط المتحكمة في العملية الانتخابية فيحتاج إلى استيعاب هذه القوانين يحتاج إلى التفاعل أو رد الفعل لكي يتفاعل معها وكذلك أن يقوم بترتيب بيته الداخلي لأننا نعلم أن الأمر ليس من السهل بمكان كذلك هناك بعض الإكرهات لربما أنه حاول المشرع وهي رغبة عامة وهو منح تموقع للمرأة والشباب خاصة أننا نحن نتحدث عن المناصفة وهناك تشبيه بالحياة السياسية فكيف لحد الآن المصوص لم تتضح كيف يمكن أن يتم ذلك وهي رغبة جماعية وليست محدودة لجهة معينة المحلل السياسي الأستاذ محمد العمراني بو خبزة شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات القيمة وشكرا لحضورك معنا لك شكرا لكم